إلى موضوع آخر لا يزال المستفدون من البناء الريفي ببلدية ابن باديس ولاية قسنطينة ينتظرون منحهم رخص البناء التي يرونها عائقا في انطلاق عملية تشهيد منازلهم وإنهاء معاناتهم هارون بوحزان يفصل أكثر في هذا التقرير بعد منحهم استفادة البناء الريفي منذ مدة فقط العام إلى أن سكان قرى بلدية ابن باديس في قسنطينة لا يزالون مكتوفي لأيدي لعدم مرحي مرخص البناء للشروع في بناء سكانتهم بسبب علاقة إدارية عجزوا عن حلها القرار مده هنا عنده عامل يمده هنا وما كي نقوله تروح للمير يقولك المير أنا خاطئ تروح للشاف دائرة يقولك الشاف دائرة أنا خاطئ الولي أنا خاطئ احنا أخي نطلبهم من السلطات يسكفلوا بنا بعت ذهب تعمرتي بعنا ذهب لي قدامنا ولي من وراءنا وسلفنا صوار دع غير علاجة البنية هذه والمشكلة الكبيرة أنا عندنا الحيازات على الأرض تعنا والأرض تعنا رأي واجدة ومايش أرض بلاحية رأي أرض صالحة غل البناية ما يصلح فيها أولو مواطنون أرقهم الكراء والعيش في الأقواخ الهشة فضحوا بما يملكون على أمل بناء سكان اللائق قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية عرق لإدارية تمنحهم من ذلك الأمر الذي جعلهم ينشدون السلطات المسؤولة بالمقابل توعدت البلدية باقتراح حلول تنصفهم وتخلصهم من هذه المعاناة يديروا الناحل رأنا عنا قرارات عندنا تتبيتات قطعة الأرض تعنا رخصة البناء ما كانت رأنا نطلبوا السلطات أخويا يعونونه شوفوا الناحل في القاضية هذه رأنا سوفرينه أعني 230 قرار تستفادة اللي ما نقدروش نعطيهم رخصة البناء لسبب وحيد اللي هو تعليم رقم 3 اللي جات بتاريخ عشرين تسعة الفين وعشرين قبل ما تنسل التعليم كانوا الناس هذو استفادوا أنا نظن أنه يكون يعطينا رخصة استثنائية لينفكوا المشكلة عن الناس هذو تكون أحسن وإلا يعطينا بديل للناس هذو في سيغة أخرى وحطوهم الناس بين مترقة المعاناة والسندان العراقية تبقى أمان سكان قراء ابن بديس معلقة بين كفي عفريت في انتظار قرار ينهي معاناة طال أمدها